هذه الرسالة العملية لمحمد الشيرازي المسائل الإسلامية وهذه الطبعة الخامسة والعشرون ألف وتسعمية وأربعة وتسعين ميلادي دار العلوم بيروت لبنان في مقدمة رسالته العملية كتب فصلا في أصول الدين عنوانه أصول الدين كتب العقائد التي يجب على الشيعي أن يعتقد بها كي يكون شيعية وهذه رسالة عملية إنه كتب ذلك لمقلديه ومن يأخذون دينهم منه اعتمد المنظومة العقائدية الضالة التي تبتني على أصول الدين الخمسة هو يقول أصول الدين خمسة التوحيد العدل النبوة الإمامة المعات هذه منظومة ضالة بدرجة كاملة في أصلها أخذت من الأشاعرة أصول الدين عند الأشاعرة ثلاثة التوحيد النبوة المعات العدل أخذوه من المعتزلة جعلوه أصلا برأسه بينما العدل هو جزء من التوحيد فكيف أصبح أصلا برأسه لأن المعتزلة بسبب الاختلافات السياسية والفكرية والعقائدية فيما بينهم وبين الأشاعرة جعلوا العدل أصلا بحسب منظومتهم العقائدية ما شأننا نحن بذلك لأن مراجعنا معتزلة هذا هو سبب هذه عقائد المعتزلة ما هي بعقائد أهل البيت أنا لا أريد أن أحدثكم عن منظومة عقائد أهل البيت فقد فصلت القول فيها في مجموعة حلقات أعرف إمامك إذا كنتم حريصين على معرفة عقائد العترة الطاهرة فعودوا إلى تلك المجموعة إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك والزهراء أقول لكم وحق الزهراء ستخسرون كثيرا إذا لم تعودوا إلى تلك الحلقات تلك الحلقات ليست موجودة في كتاب ولم يتحدث بها متحدث منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى اليوم وعودوا إليها وانظروا بأنفسكم وحكموا بعد ذلك لم يتحدث أحد بعقائد العترة الطاهرة مثل ما بينت ذلك في مجموعة تلك الحلقات عودوا بأنفسكم وتأكدوا من ذلك قد أكون صادقا فيما أقول وربما قد أكون كاذبا أنتم تفحصوا ذلك لأنني أقول لكم إن عقائدكم التي أنتم عليها ما هي بعقائد العترة الطاهرة إنها مجموعة عقائد ضمن منظومة مسخ أتريدون أن أعرفكم بأئمتكم من أين أخذنا ديننا هذا الكلام أقوله عن علم عن دراية هذا الكلام أقوله بعد بحث بعد بحث وتحقيق لأكثر من أربعين عاما أئمتنا أئمتنا الحقيقيون بعض المراجع يعرفون هذا لكن أكثرهم أمير لا يعرفون هذه الحقيقة بعضهم يعرف الذين أسسوا للحوزة ولا زالوا يؤسسون فإنهم يأخذون دروسهم من تلك المصادر لكن المراجع الذين يقلدون المراجع أكثر المراجع يقلدون أساتذتهم في كل شيء المراجع الذين يقلدون المراجع الذين سبقهم هؤلاء حمير لا يفقهون شيئا الموجودون الآن هؤلاء لا يفقهون شيئا المراجع المؤسسون وعددهم قليل عبر التأريخ المراجع المؤسسون أولئك يعرفون هذه الحقائق لأنهم يأتون بالمعلومات من تلك المصادر أئمتنا الحقيقيون هذا الدين الذي عندكم ستكذبونني لكنني أقول لكم ستعرفون الحقيقة بعد موتكم فلماذا لا تتأكدون من كلامي هذا قبل أن تموتوا وحينئذ ستندمون ولا تحين مندم أئمتنا الذين أخذنا منهم ديننا هذا الدين الذي عند الشيعة هذا ما هو بديني علي وآهل علي مطلقا مطلقا هذا الدين دين الأئمة الأبرار صلوات الله عليهم إنهم أئمتنا منهم محمد ابن إدريس الشفعي إمام الشوافع المتوفى سنة ميتين وأربعة للهجرة هذا أول إمام من أئمتنا هذه المطالب أنا أثبتها بالأدلة والوثائق وسأثبتها أيضا في قادم الأيام سأعود إليها ولكن في السنوات الماضية تحدثت عن هذه المطالب بكثرة وبالوثائق والحقائق أول إمام من أئمتنا محمد ابن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة كان معاصرا لإمامنا الكاظمي وإمامنا الرضا متى استشهد إمامنا الرضا 203 متى توفي الشافعي 200 امامنا الرضا استشهد 203 للهجرة محمد ابن إدريس الشافعي متى توفي في مصر توفي في مصر سنة 204 للهجرة في البداية كان في اليمن ثم انتقل إلى العراق ومن العراقي ذهب إلى مصر ومات في مصر سنة 204 للهجرة هذا الإمام الأول من أئمتنا الإمام الثاني محمد ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة ثقافتنا ثقافة طبرية على مستوى التأريخ وعلى مستوى التفسير أكثر المعلومات الموجودة في ذهن عامة الشيعة عن تفسير القرآن مصدرها الطبري لماذا؟ لأن طوسي نقل تفسير الطبري بكل تفاصيله في تفسيره التبيان والشيعة منذ وفاة الطوسي سنة 460 للهجرة يتصورون أن تفسير التبيان هو تفسير شيعي وفقا لمذاق الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لمذاق الأئمة الحقيقيين هو وفقا لمذاق الأئمة ولكن لمذاق أئمة الطوسي أئمته الشافعي والطبري فأكثر الثقافة التفسيرية في الذهن الشيعي بشكل عام هي ثقافة طبرية وقراءتنا للتأريخ قراءة طبرية نحن لا نقرأ التأريخ بموازين الأئمة موازين الأئمة في قراءة التأريخ أين نجدها؟ نجدها في كتاب سليم بن قيس وفي تفسير الإمام الحسن العسكري هذان الكتابان اللذان ترفضهما حوزة النجا وتعتمد في قراءة التأريخ على منهجية الطبر فإمامنا الأول محمد بن إدريس الشافعي هذا الكلام أنا لا أقوله جزافا أنا لست محللا سياسيا أنا غائص في أعماق الثقافة الشيعيهة والسنية إلى أبعد أغوارها ومنطقي وبرامجي وبياني وحقائقي ووثائقي التي أضعها بين أيديكم وأنا ما وضعت شيئا كثيرا من الذي أعرفه ولكن مع ذلك فكل هذا يثبت ما أدعيه الآن وما ادعيته سابقا من أن الأئمة الحقيقيين لديننا هذا هؤلاء وهؤلاء هم أئمة مراجع الشيعة ومراجع الشيعة نواب في الحقيقة لهؤلاء وليس نوابا لصاحب الزمان وهذا الهراء العقائدي من هنا جاءنا إمامنا الأول محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة إمامنا الثاني محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير صاحب التأريخ المتوفى سنة 310 محمد بن جرير الطبري ما هو مذهبه هناك من يقول إنه شافعي المذهب فهو جاء بعد الشافعي الشافعي توفي سنة 204 وهذا توفي سنة 310 وهناك من يقول من أنه هو صاحب مذهب خاص به حتى على هذا القول إذا أردنا أن ندقق في آرائه فهو أقرب ما يكون إلى الشافعي طريقته شافعية منهجه شافعي حتى إذا كان له منهج خاص به فمنهجه قريب جدا من منهج الشافعي إن كان ذلك على مستوى التفسير أو كان ذلك على مستوى الفقه أو كان ذلك على مستوى الرؤية العقائدية في قراءة التأريخ الإمام الثالث وهو إمام الأئمة عندنا ربما ما سمعتم به يخفون اسمه هذا هو إمام الأئمة عندنا وعقيدة التوحيد الموجودة في كتب الحوزة مأخوذة منه بشكل مباشر إنه محمد بن علي البصري المعتزلي المعروف في كتب التأريخ بأب الحسين البصري أبو الحسين البصري هو محمد بن علي المعتزلي البصري أساسا من البصرة ولكنه انتقل إلى بغداد وعاش في بغداد إلى أن مات توفي سنة 436 للهجرة كان معاصرا لمرجعية المفيد ومرجعية المرتضى ومعاصرا للطوسي المفيد تأثر به وأخذ منه المرتضى تأثر به ولكن الطوسية أخذ منه كثيرا وكل عقائدنا أخذت من أب الحسين البصري هذا هذا إمام أئمتنا وهذا لو سألنا عن هل هو شافعي البعض يقول من أنه شافعي والبعض يقول له مذهبه الخاص ولكن حتى إذا قلنا بالقول الثاني من أن أبا الحسين البصري المعتزلي له مذهب خاص به هو أقرب ما يكون إلى الشافعي ولذا أثر في الشوافعي كثيرا فإمامنا الذي يأتي بعده وهو أبو حامدنا الغزالي تأثر كثيرا بأبي الحسين البصري وأخذ منه وعلم الأصول عند أبي حامدنا الغزالي أصولها إذا دققنا فيها وحققنا تأتي من هناك تأتي من أبي الحسين البصري هذا هو إمامنا الرابع أبو حامد الغزالي علم الأصول عندنا مأخوذ من كتبه وهو أساسا أخذ من أبي الحسين البصري المعتزلي أبو حامد الغزالي توفي سنة خمسمية وخمسة للهجرة كان معاصرا للطوسي أيضا وهو من نفس البلاد التي جاء منها الطوسي أبو حامد الغزالي جاء من طوس إلى بغداد والشيخ الطوسي أيضا جاء من طوس إلى بغداد أبو حامد الغزالي كان شافعيا وهو من أئمة الشوافع ودرس في طوس عند الشوافع والطوسي كذلك طوسينا الذي يقال له شيخ الطائفة درس عند الشوافع في طوس وجاء إلى بغداد وأكمل دراسته عند الشوافع في بغداد إمامنا الخامس هو الفخر الرازي محمد بن عمر فخر الدين الرازي الشافعي من كبار أئمة الشوافع وقد أخذ أصوله أصوله في علم الكلام وفي أصول الفقه أخذها من أبي الحسين لذلك قلت لكم هذا إمام أئمتنا من أبي الحسين المعتزلي البصري فالفخر الرازي في كتابه المحصول في علم الأصول وهو من مصادر مراجع النجف وكربلاء في علم أصول الفقه أخذ أصوله من أبي الحسين المعتزلي البصري وإمامنا السادس الفخر الرازي توفي سنة ستمية وأربعة للهجرة إمامنا السادس محي الدين ابن عربي الصوفي المعروف والذي توفي سنة ستمية وثمانية وثلاثين للهجرة كان معاصرا للفخر الرازي ابن عربي هناك من يقول من أنه شافعي وهناك من يقول من أنه على مذهب خاص به على القول الأول فهو شافعي وعلى القول الثاني فإن ابن عربي في فقهه وفتاواه أقرب ما يكون إلى الشافعي هذا الكلام الذي أقوله لكم أنتم تسمعونه مني في ثوان في دقائق لكنه خلاصة لأكثر من أربعين سنة هؤلاء هم أئمتنا الحقيقيون ثم أضاف إلينا محمد باقر الصدر في الخمسينات وما بعدها إمامين جديدين حسن البناء وسيد قط هذان الإمامان أضيف في خمسينات القرن العشرين وما بعدهما أضافهما إلينا محمد باقر الصدر وهو تلبس وتقمص فكرهما بشكل كامل ثم تقيأ به علينا صدقوني يا أيها الشيعة هؤلاء أئمتنا ألا تلاحظون وأنا أقارن بين حديث المراجع وبين حديث العترة الطاهرة هناك فارق كبير بين الإثنين لماذا لأن دين العترة شيء ودين مراجع النجف شيء آخر مراجع النجف هؤلاء أئمتهم هؤلاء أئمة مراجع النجف صدقوني ديننا الذي عندنا الذي يتحدث به الوائل على المنبى هذا الدين الذي تعلمته الشيعة من الوائل وأنا واحد منه أنا واحد من الشيعة تعلمت الدين من الوائل الدين الذي يطرحه الوائل على المنبى والذين يتابعونه من الخطباء الدين الذي يطرح الآن عبر الفضائيات الدين الذي تأخذونه من السيستان ومن بقية المراجع الدين الذي تدرسونه في الحوزة يا أيها الحوزويون والدين الذي في الكتب التي هي في المكتبة الشيعية حتى قبل الطوس منذ زمان الطوس وإلى يومنا هذا مصادره الأصلية هؤلاء الطوس أخذ من الذين سبقوه أو عاصروا أخذ من الشافعي يقينا أخذ من الشافعي وأخذ من أبي الحسين البصري يقينا أخذ من أما الغزال في الحقيقة لا أستطيع أن أقطع من أن الطوسية قد تأثر بالغزال كان معاصرا له وربما أخذ منه لا أملك دليلا على ذلك لكنه قطعا أخذ من الشافعي كثيرا وأخذ من المعتزلة كثيرا وكثيرا جدا ومن أبرزهم من أبرزهم أبو الحسين البصري والرماني والرماني أخذ من المعتزلة كثيرا والذين جاءوا من بعده أخذوا من بقية الأئمة الذين أشرت إليهم الغزال والفخر الرازي والذين مالوا إلى العرفان والتصوف أخذوا من محي الدين ابن عربي وحينما أدخلوا فكره الصوفية إلى أجواء الحوزة الطوسية تأثر علم الأصول وعلم الكلام بكثير من أفكار محي الدين ابن عربي هذه الحقائق تحدثت عنها سابقا وجئت بالكتب والمصادر أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء في وقت ضيق محدود الذي جرني للحديث عن هذه المسألة ولم يكن في بالي أن أتحدث عنها بهذا التفصيل إنما أردت الإشارة إليها لكنني وجدت نفسي مضطرا لأجل أن أوضح لكم من هم أئمتكم والحقيقيون الذين هذا الدين الذي بين أيديكم هو منهم هؤلاء أئمتنا أما أمير المؤمنين وفاطمة وفاطمة والمجتبى وسيد الشهداء والسجاد وأولاد السجادي من الباقر إلى القائم فهذه أسماء نخليها للبركة للبركة ما هؤلاء أئمتنا هذه أسماء للبركة نكتبهم على حريس على علم نعلق على باب بيوتنا نطبخ لهم آش من طيح الله حظ الشيعة إن سوي لهم تم نقيم من أم داكم أم داكم لا أم دان وأنا وياكم من طيح الله عظم على الدين هذا الأغبار نترك محمدا وآل محمد ونركض وراء السرابيت نأخذ ديننا منهم وبعدين نجي نتشذب على محمد وآل محمد ونقول هذا هو دينهم ومن يجي واحد مثلي ويقول للكم هذا عمري خلصته أبحث وأحقق وهذه الحقائق وهذه الوثائق تقول له أنت ماسوني أنت ماسوني وأنت عميل شلون أم طايا حظة شون واقع أغبار نذهب إلى فاصل